اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من لايف كلينك حلقتنا ممتدى لمدة ساعة على الهو مباشرة رقم التليفون لاتصال بين 1480 من اي محمول ومن اي تليفون ارضي 099380 099380 و 1480 من اي محمول حلقتنا مقسمة لفقرتين الفقرة التانية يكون معنا الدكتور ياسر الهواري استشاري جراحة الفم والاسنان وهنتكلم عن زراعة الاسنان بالنسبة لأول فقرة هيكون معانا دلوقتي الدكتور محمد خيري منصور استشاري علاج السمنة والنحافة أهلا بحضرتك معنا وانا بسعد لما حاجة تقوم معانا لأن حضرتك ديما بتقول لنا حاجات مختلفة ويمكن نحن النهاردة هنتكلم على حاجة مختلفة ويمكن في ناس كتير أو ما تكلمتش عنها يارب تفيد النهاردة الجمهور احنا عارفين ان احنا عشان نخس لازم نقفل بقنا تمام وقفل البق ده في حد ذاته مش سهل طب قفلت بقي وما كالتش تمام ما بخسش تمام بيبقى فيه بنرجع ده لكذا حاجة يمكن معلومات عامة عندنا كلنا يعني العامة يعني يقول لك حاجة منتين يا نسبة الحرق مش عالية يا خلل في هرمونات سموار غضة درقية يعني واتفر أو ما بتلعبش رياضة عشان كده لكن ما نعرفش أي حاجة تانية ممكن تخلي الواحد ما يخسش حتى لو قفل بق تمام احنا نكلم طبعا عن مشروع أو حلم انقاص الوزن اللي هو يعني بيراود ناس كتير جدا وده طبعا أنا بسمي الحلم المشروع لأن كل إنسان طبعا من حقه أنه يعيش حياة كويسة ومن حقه أنه يتمتع بحياة صحية كويسة طبعا السمنة أو مرض البدانة أو زيادة الوزن من أكتر الحاجات اللي هي بتعكر صفه حياتنا أو حتى بتخلينا يعني ما نعيش بصورة كويسة أو نعيش في حالة يعني أو حاجة اسمها الويل بيينج ستيت إن أنا في حالة كويسة سواء صحية أو حتى شكل جمالي وطبعا زي ما احنا بنقول دايما يعني الشكل الجمالي أو الحالة النفسية الكويسة بتعتمد على بنسمها السيلف إيميج يعني حكمك على نفسك أو كل ما يكون سقطك بنفسك قوي أو كل ما يكون وزن كويس أو كل ما يكون شكل كويس بيبقى مظهرك الخارجي وتعاملك مع ناس بيبقى بصورة أفضل فهنا طبعا بنكلم عن مشروع أو حلم إنقاص الوزن منقول لنا ليه متطلبات أو مقاييس معينة أو شروط معينة أو معيير لنجاح إنقاص الوزن طبعا الشروط دي بتختلف من حد للتاني يعني زي ما حيك تفضلتي بنقول دايما إن إنقاص الوزن الأهم أو النقطة الأهم جدا في موضوع إنقاص الوزن إن أنا من جوايا أريد أن أخس يعني ده ما بقاش من ضغط خارجي أو حد فرض علي أو مجرد أن أنا بخس عشان أرض زوجي أو أطفر لازم بقى فيه إرادة داخلية أو قوة إرادة داخلية نبع من جوايا أنا عشان أخس ده رقم واحد أو الشرط رقم واحد لنجاح الضايل طبعا فيه شروط تانية أو فيه حاجات تانية متطلبات تانية لنجاح الرجيم اللي لو طبقتها صح هخس كويس ومشارج عزيزة في الوزن تاني يعني نحن دايما بنقسم أو بنخلي موضوع إنقاص الوزن مرحلتين مهمين جدا مرحلة إنقاص الوزن ومرحلة تثبيت الوزن وحتى مرحلة تثبيت الوزن فيه مرحلة تالتة الرجوع في الوزن لا ده بقى للنص دعاف اللي عزيزة ما شوية فهذه المتطلبات أو شروط على النقيد فيه حاجات تانية بتعوك نزول الوزن أو فيه حاجات بتخلي الوزن ما ينزلش بصورة طبيعية طبعا زي ما هيك تفضلت ممكن يكون فيه طرابات في الغدد ممكن يكون فيه عدم موارسة الرياضة بشكل كافي أسباب كتير جدا السببب المهمة أو اللي كتير يعني من الناس ما بيدلوش اهتمام قوي اللي هي تراكم والسموم في الجسم أو بمعنى أبسط يعني تراكم مواد أو عناصر معينة في الجسم لما بتكتر عن المعدل الطبيعي نزول الوزن ما بيبقاش المعدل المطلوب أو في المدة اللي أنا عايزة طبعا زي ما هيك عارفة السموم يعني لها مصدرين فيه مصدر خارجي وفيه مصدر داخل المصدر الخارجية اللي هي بتخش للجسم أو السموم اللي ممكن تخش الجسم زي بقى التلوث زي الهوى وعواد من العربيات والدخان والتدخين والإفراد في شرب الكافيين وأخذ الأدوية خاصة حتى منها المهدئات للجهاز العصب الناس بتاخد مهدئات عمل على بطال الناس اللي بتاخد مسكنات بصورة يعني بنسمعها تحت يعني ما بتكونش تحت إشراف الدكتور اللي هي تناول الأدوية بشكل عمل على بطال بدون داعي أو لمجرد ده أنا مرتبط بالأدوية بصورة أو بأخرى الحاجات دي كلها والعوامل الخارجية دي كلها علوة طبعا على تلوث الميا علوة على الأخذية المحفوظة علوة على الفاست فود أو الجنك فود كل ديت مساببات خارجية أو عوامل خارجية بتخلي الجسم يحتفظ بسموم داخلية لأداء الجزء اللي هو الخارجي فيه جزء داخلي بقى اللي هو بنسمي الجسم بيحتفظ بسموم داخلية جواه هو دي بتبقى حاجة راجعة نتيجة العمليات الحيوية الكيميائية للخلاية ذات نفسها تعرف حقيقة الجسم البشري عبارة عن مجموعة من الخلاية بتكون أنسجة وبعدين بتكون الأعضاء الخلاية دي فيها عمليات حيوية كيميائية يعني فيها حاجة اسمها Energy Intake أو عمليات كيميائية حيوية في الجسم البشري العمليات دي بينتج عنها ملوسات طبعا الخلاق العظيم ربنا مش عايزين نسقل على السادة المشاهدين ربنا خلق لنا حاجات داخلية أو عضاء داخلية جهاز مناعي وكبد وقلق وقولون وماء بتعمل إزاحة أو بتخلص الجسم من السموم دي للأسف في جزئة انقص الوزن بعض الناس اللي بيبقى عندهم تراكم دهون بشكل عالي في الجسم وخاصة فاسكة الجسم المختلفة بيبقى عندهم فرصة تراكم أو تجمع للسموم بشكل أعلى من غيرهم عن الناس الطبيعيين دي حاجة الحاجة التانية تراكم السموم أصلا في الجسم بشكل عام بيؤدي لمشاكل كتير جدا من ضمنها زيادة الوزن أو التأثير على عمل الحرق الطبيعي اللي ربنا خلقها في الجسم أو عملية انقص الوزن سواء أنا كنت ماشي على ضايت أو ماشي على برنامج رياض يبقى ده بشكل عام نسميها التوكسنز أو تراكم السموم أو المصادر للجسم ممكن يحوش منها سموم وبالتالي في عملية انقص الوزن ممكن تأثر عليها بشكل أو بآخر في عملية انقص الوزن طيب احنا عارفين أنه تخلص من السموم بتبقى عن طريق أن احنا بناخد أوقات أدوية أنتي تاكس اللي هي بتخلي السموم تنزل أو بطريقة أكل معينة أو أنواع من الخضار أو الفكة أو أتفر هي دي اللي بتساعد على التنزيل هي دي بس الحاجة الوحيدة اللي بتنزل السموم لا طبعا احنا بنقول أنا سمعت معرفش سلاحي لو أنا غلطانة مش عارفة في بلد بيروحوا بيعملوا غسيل كل السموم اللي في الجسم وبترجع إلى حد ما مظبوط معرفش بقى أي مدى يعني صحة تمام احنا بنقول دايما أن يعني الإنسان طبعا من خلق يعني ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يعني أبدع في خلق الإنسان فبنقول دايما أن في أعضاء أو حاجات جسم للسموم دي حاجات داخلية وفي طبعا حاجات خارجية دي إحنا بنبقى مسؤولون عنها أو نقدر ننشطها أو نقدر نساعد الجسم أن يفلتر السموم دي في طريقة ربنا خلقها للجسم بنسميها يعني إن هو تحايد للسموم أو بمعنى أصح يحدها يعني أي حدها يعني الحاجات اللي هي اللي إحنا بناخلها في الأكل والشرب اللي هي مضادات التأكسود أو الحاجات اللي هي مسؤولة عن مضادات التأكسود زي المكسرات وفيتامين سي وفيتاميني والحاجات دي اللي دي بتقاوم أو بتحايد حاجة اسمها الشوارد الحرة أو الجزئيات الحرة اللي هي بتنتج عن أو نواتج احتراق الأكل في الجسم يبقى الطريقة الأولى لتخلص الجسم من السموم حاجة اسمها التحايد يعني الحاجات اللي بيطلقها الجسم اللي هي مضادات التأكسد عشان تحايد الحاجات دي وتبقى أقل ضرر الطريقة التانية اللي هي طريقة اللي هي التحويل يعني ربنا سبحانه وتعالى خالق اللي لنا عضو مهم جداً هو عضو الكبد بيحول السموم دي من صورة غير سمى لصورة سمى يبقى دي طريقة اللي هي التحويل. اللي بقلنا التحايل والطريقة الثانية اللي هي التحويل. طيب معلش ناخد تليفون عشان تليفون ما يقتعش.